التقى وزير الخارجية سامح شكري السكرتير التنفيذي المؤقت لتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إبراهيم تياو وذلك في العاصمة الألمانية برلين يأتي هذا اللقاء قبيل مشاركة الوزير شكري غدا في حوار بيترسبرغ للمناخ وقد أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري قد قدم التهنئة للسكرتير التنفيذي المؤقت على توليه هذه المهمة معربا عن التطلع لمواصلة تنصيق والتشاور مع السكرتيرية التنفيذية للاتفاقية الإطارية مع اقتراب موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي تصديفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل بشارم الشيخ هذا وقد استعرض شكري التحضيرات الجارية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف مبرزا العمل على ضمان مشاركة واسعة رفيعة المستوى من قبل كافة الدول فضلا عن المنظمات الدولية والإقليمية ومختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي بهدف خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة ترجمة نانسي قنقر